موسيقى فالرجل المسكين يصدم قال هالكت الرجال هالكت؟ ليس حاجة، وهيك الناس بدها هواء لكن هذا عمار لا يوجد له لعب قال هالكت الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر رضوان الله عياء الفاروق المؤمنون أو المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم احفظوها هذه الطاحة جميلة جدا جدا أكثر الشروط يجب أن يلتزم الإنسان بالوفاء بها هي التي استحل بها الفروج يعني بالذات الشروط في النكاح تلتزم به جميل ووقعت واقعة جميلة أيام سيدنا عمر لما كان خليفة يقول الراوي كنت معه تماما جنبا لجنب إذ جاء رجل مع امرأته قال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت وممكن شرطته أنا أعطيتها الشرط هذا وشرطت أن لها دارها يعني ما هذا؟ أنها تضلها في منزلها وما تتحوش عنه المنزل هذا بتحبه هي وإني أجمع لنفسي أن أتحوّل إلى أرض كذا وكذا قال أنا مش حبّة أروح مكان ثاني أقول نبني غاذي بيت أو نشتري بيت وخلاص فماذا قال عمر؟ لها شرطها لا تضلّك في البيت ما ينفعش أو تطلّقها تملك نفسها بعدين فالرجل المسكين صدم قال هالكت الرجال هالكت؟ ليس حال وهيك الناس بدهوا بس هذا عمر ما في عنده لعب خليفة وفقية الدرّة على الراس قال هالكت الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلّق زوجها إلا طلّقت فقال عمر رضوان الله عياء الفاروق المؤمنون أو المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم حفظوها هذه القاحة جميلة جدا جدا وعشان تفهموها خذوها برواية هذه الرواية مين؟ رواية سعيد بن منصور على ما أذكر وعبد الرزاق في المصنّف رواية ابن أبي شيبة أوضح مقاطع الحقوق عند الشروط أوضح صح؟ مقاطع الحقوق تعرف المقاطع جميع مقطع وين تقطع؟ يعني هاي في تورتة قديش إليك؟ قديش إلي من وين نقطع؟ ممكن نقطع من هين؟ نقطع من هين؟ بيطلع لك ثلثين؟ بيطلع لك ثلث لا قال لك حسب الشروط إحنا اشترطنا؟ ففتي ففتي وين بصير المقطع؟ في نص التورتة فهمتوا؟ إذن مقاطع الحقوق عنده إيه؟ الشروط بحسب الشروط فعمر قال له مقاطع الحقوق عنده الشروط روح روح ملح هو هيك وهذا مذهب أحمد بن حنبل ويبدو أنه هذا هو الصحيح لذلك احنا بنقول للمرة العصرية بنقولها إنفق وستدرك وإرفع راسك أنك مسلمة متقدمة اجرطي يا بنتي يا أقتي اجرطي على الأهبل هذا من أول يوم ما تتزوجيش عليّ مش عاجبك تتلعب ما تتزوجنيش بخضوحة ثانية صح ولا؟ أنا؟ والنبي كان موقفه والله النبي هو اللي علّمنا هذا ما رأيك؟ اللي علّم عمر وعلّم لأمة هيك والحديث مخرّج في الصحيح حديث المسور ابن مخرمة لما جاءوا إيه جماعة إيه؟ أولاد أبو جهل أبو جهل تعرف أنت اسمه إيش؟ هشام ابن المغيرة وكان عنده بنت اسمها جويلية بنت هشام ابن المغيرة وأسلمت وبايعت مسلمة بس أبوها أبو جهل فابنهم يزوجوها لمن؟ للإمام ابن أبي طالب على فاطمة عليه السلام وأجوا استأذنوهم قالوا يا رسول الله يعني عليك كذا كذا بس لا استأذن منك لأنها لبنتك وقصة بلاش تزعل أنت فهل تأذن؟ انزوجوا جويلية؟ غضب النبي أخذ ثوب وطلع قال أما بعد خطب الناس فعن إيه بني هشام ابن المغيرة جاءوا يستأذنونني أن ينكحوا ابن أبي طالب ابنتهم على ابنتي فاطمة أما إني لا آذن لا آذن لا آذن أما إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ولكن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها وإن أبا العاص ابن الربيع زوج مين هذا؟ زينب الكبرى عليه السلام بنت رسول الله المدد في السنة الثامنة على ما أذكر قد وعدني وأوفى بوعده ففاهي من العلماء إنه إيش؟ وعده بإيش؟ ظاهر السياق قال لك يوصلها لا من هش علاقة؟ ظاهر السياق وعده ألا يجمع أي عليها ضره صح ولا؟ الحين الكلام هل يفهم من هذا أن علي وعده؟ لا علي ليمكي عليه السلام يعد ويخلف لكن فهم من هذا ما فهمه العبقري الكبير ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وهذا أيضا له أنظار أحيانا خارقة في الشريعة في زادة المعاذ رحمة الله جزاله خيرا ما قال؟ قال إذا كانت المرأة من قبيل يعني قبيلة أو عشيرة عُرف من معتاداتها أنهم لا يدخلون ولا يسمحون بأن يدخل على بناتهم ضرائر هم هيك عدتهم تأخذ بناتنا ما ضلك عليها بابن زوجي إحنا إحنا هيك معروف قال فالمشروط عُرفاً كالمشروط لفظاً حفظوها إذن قاعدة فقية المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاً أو كانت هي في جلالها وحسبها وحشمتها ممن لا ترضى ولا يعرف أن مثلها ترضى بأن تدخل عليها ضرّة وبالله عليكم من مثل فاطمة عليه السلام في حسبها وفي حشمتها وفي جلالها مستحيل ومعروف النبي كانوا قال هذا معروف يعني مستحيل لأن زوجتك بنتي تزوج عليها بنت محمد يعبى الله ورسوله أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد تحت سقف واحد لأنه معروف هذا معروف في العُرف إذن أيضاً المعروف إيه؟ أو المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاً النبي علّمنا هذا أختم بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً أصلحنا وأصلح بنا اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وألهمنا رشدنا وأعِذنا من شر نفوسنا اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين لا تُزُق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تقبّل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفّنا وأنت راضٍ عنا برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين يا لطيف يا خبير يا غفور يا كريم يا رب العالمين جنّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأعِنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبّل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربّون صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرةً ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا إن علينا للهدى وإن لها للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى لن يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى عوجه ربه العالى ولسوف يرضى الله أكبر